مرحبا بنات شونكم اللهم صلي على محمد وآل محمد اليوم اجيتوا اياكم الفيديو جديد روتين جديد ان شاء الله يأجبكم الفيديو خليكم ويانا بس لا تنسونا بالبداية من اللايك طبعا بالبداية احب ابدأ بالزرع لانو الزرع مثل ما تعرفوني انططاقة ايجابية و احب ازقي الزرع مو يومية اكو نباتات يومية اكو نباتات مو يومية حسب لانو احنا بفصل الشتاء هنا بالبداية رح ابدأ اسوي الروتين ماتي مسائي رح اسوي العشرة هنا بالبداية رح اسوي حمص بطحينة عندي حمص مسلوق انا سالكته وحطته بالفريز هسه طلعته وماء وخليت لفصين من الثوم ورح اخليه لزيت زيتون طبعا حمص بطحينة كلكم تعرفون ستسوها وما بها مقادر معينة المقادر حسب الكمية اللي انتوا تسوها وحسب الطعم اللي يعجبكم هنا حطيت حمص وفصين من الثوم وخليت زيت زيتون وخليت راشي وهنا عندي عصير ليمون ورح اخلطهم بالخلاط اللي ما تصير كلش نائمة ورح اخلي ملح طبعا وانتوا تضوقون وتشوفون الشي الناقص هاذا يعجبكم الزيتون راشي او زيت زيتون او حامض هذا الشي اختياري ابكيفكم هتقدرون انتوا تتحكمون بالشي اللي تريدوه بساني هنا ما ضفت لها اي شي صارت عندي كلش طيبة وصارت عندي قوامها اه ثخين اذا يعجبكم تخففوها هذا الشي راجع لكم اهنا خليتها بالماعون خليت ماعون صغير اه للعشة ما خليته هواية خليت ماعون صغير للعشة احنا اليوم العشة مالتنا شوي ولازم ويا الشوي يكون وياها حمص بطحينة او بابا غنوج اي شي ويا الشوي عندي هاي الكمية اه رح اضمها بال بالفريز رح اخليها بالثلاجة اهنا عندي كل الحافظات انا حاطة بيهن فهنا عندي رح اجيب كاسة واجيب هاي الاغلفة السيليكون هاي انتوا شايفيها باكثر الفيديوهات انا اغلف بيها الاكل اغلف بيها الاكل واخليها بالثلاجة على موضة لي خربوا للأكل اهنا عندي شو اندر انا سالكته سالكته بالفيديوهات القبلها وحاطته بالثلاجة طبعا صار لأسبوع عندي بالثلاجة ومثل ماذا تشوفون ما تلفان ابد لانه انا من اطلع اطلع بستشينة نظيفة وشطر نظيف فابد ما يخرب اهنا عندي مسلوق رح اقطع مثل ماذا تشوفون طبعا قطعوا بالشي اللي انتوا يعجبكم اذا يعجبكم قطعة صغيرة تخلوه ويا الزلاطة تسوي عصير طبعا انا هاي اسوي عصير اخلي بالخلاط شوندر واخلي برتقال واخلي تفاحة يعني من كل شي شوية شوية واخبطة واسوي اهنا رح اسوي مثل المقبلات بس رح اخلي علي عصير ليمون ورح اخلي على الميز ويا الغداء اهنا عندي دجاج انا مقطعته وشامبل فريز طلعته خليت لبس ملح وتبلت طبعا هذا العشاء الشخصين فقط فيعني الكمية قليلة كل واحد سوا اللي يجبه اهنا بس خليتلى ملح ما خليتلى الشي واهنا شغلت المنقلة لازم المنقلة طبعا منو يحب الشوية كتبونا بالتعليقات تهم تحبون المنقلة وتحبون الشوية طبعا ااني الاشوي لانو احب كل شي المنقلة واحب اوقف اشوي طبعا رغم برودة الجو والجو كل بارد بس احب أخلي عليها قطع الدجاج أحب أشوي بهاي الطريقة أحسه يستوي أسرع وأسهل ويستوي من الداخل كل الزيان طبعا رح أخلي الدجاج وما رح أهفي له يعني شوية أهفي بس وأخليه على يعني على هدوء النار يستوي هنا أقلب شوية أهفي وأقلبه ما أقلبه هواية به على مود يستوي عندي وأخليه الماء يستوي طبعا كلكم تعرفون تشوون الدجاج أحخليه الماء يستوي وبعدي أرجع لكم أنتو تحبون تشوون بالبرد لو ما تحبون لو تجيبون الشوية جاهز وهنا كان هذا العشم طبعا قليت بوتيتا وقليت بورق وبعد طبعا هو كان العشم ومو كله كامل لأنه بنتي سويت باستا بالأفطر بس أنا مجتم صورتها بس هي تشانت طبعا وحطيت عصير وحطيت بيبسي وأكيد عصير برتقال وعصير شواندر وإهنا وراء ما خلصت اجيت لازم أخسل لمواعين طبعا ما عندي هواية مواعين لأنه أنا غسلتهم قبل العشا يعني بينما شويت اجيت غسلت كل المواعين اللي وصختهم بقت عندي بس مواعين العشا أنا ما أحب أخلي مواعين هواية دائما أخسلهم أول بأول على مود ليتكومن عندي كل شغلة أشتغلها يعني أخسل لمواعين وبعدين أرجع لازم أخسل لمواعين كلها انتو همت لي هيتش تغسلوها اللو تكوموها اللو شنو اهنا وراء ما خلصت لمواعين كلها اجيت داع نظف الميز وراء ما تعشينا وخلصنا اجيت داع نظف الميز اهنا جلفت بالبداية وبعدين مسحت بالخاولي وراء ما رح أنسحه بالخاولي رح أرجع الغراض التي كانت عليها موجودة اهنا كانت عندي هاي الصينية وبيها القوري رجعتها عليها واهنا وراء ما خلصنا شربنا الشاي لازم أكيد يكون الشاي موجود واهنا لازم يكون الشاي العراقي عدنا اكيد ورح تقولوا لي ليش حاطي جوز ويتشاي حس هرح أقول لكم ليش طبعا هاي أول مرة أجرب دائما أشوف اه بالتلفزيون يخلون جوز ويتشاي اليوم حبيت أجرب طبعا بس أنا ما عجبني لانه أنا مو من محبين الجوز فما حبيت ويتشاي وهذا كان اليوم الفيديو مالتنا وراتيمنا سريع إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه شكرا لكم شكرا للمتابعة مع السلامة شكرا للمتابعة